من أحد العمليات الأساسية المهمة إنشاء عنصر جديد وإضافته إلى الدوم لما أنت تضيفه إلى الدوم راح يعرض هذا العنصر على الصفحة الخاصة فيك فمن الأشياء اللي ممكن راح نسويها أنه إحنا ننشأ مثلاً L-I بداخل هذه ال-U-L بمعنى كأنك تضيف عنصر جديد إلى هذه القائمة وتقدر طبعاً تنشأ أي عنصر آخر مو بشرط مثلاً L-I فالفكرة أنه إنت راح يكون عندك الدوم عادة راح يكون عبارة عن شيء زي كذا يكون بداخل مجموعة من النودز اتمثل عناصر معينة على الصفحة اللي راح نتعلمها الآن أنه ننشأ عنصر جديد نحط بداخل محتوى معين بعد كذا نربطه ببقية الدوم وبالتالي راح يورد على الصفحة الخاصة فينا فهنا راح نتكلم عن creating elements أو إنشاء العناصر وإضافتها كمان إلى الدوم طيب عشان ننشأ إحنا عناصر راح يكون عندنا 2 methods راح نستخدم لهم المثود الأول اللي هو عبارة عن create element method تمام هذا المثود بشكل عام راح يستقبل tag اللي هي عبارة عن tag element اللي أنت تفغد تسويه فلو أرسلت مثلاً P فهذا المثود راح ينشألك طبعاً element اللي عبارة عن paraidrop لو أرسلنا H1 راح ينشأ H1 لو أرسلنا image راح ينشأ لنا عنصر image تمام فهذا المثود راح يتناديه على object document واضح أنه راح ينشأ لك HTML element أو أنصر HTML بناءًا على tag اللي أنت أرسلته وهذا التاج يتكون داخل فيه string هذا المثود راح يكون ينشأ لك element وهذا المثود راح يكون فاضي يعني على سبيل المثال لو حكينا عن create element of P فهو راح ينشأ لك الآن paragraph بهذا الشكله طبعاً راح يكون إيش؟ راح يكون فاضي يعني هنا ما فيه ولا شيء زين؟ فإحنا نشوفه في الدوم على أنه عبارة عن element node نوعها P لكن هذا الparagraph للحين ما في text node الآن text node لازال فاضي أوكي؟ فتحتاج أنت غالباً أنه تنشأ بداخله تضع بداخل هذا الparagraph مثلاً عنصر أو element بشكل عام تضع بداخلها محتوى تمام؟ فإذا كان المحتوى نصي فتحتاج أنت تضع text node صح؟ فعشان كذا عندنا مثل آخر اسمه create text node يستقبل string وعبارة عن النص اللي أنت تبغى تسويه فهذا المثود واضح من اسمه أنه راح ينشأ text node فهذا التكس نود تحتوي على specify text أو تحتوي على النص اللي أنت أرسلت لها تمام؟ فمن إيجي أنا مثلاً أقول create text node أو مثلاً hello وكيف هو راح ينشأ الآن text node مثلاً سوي لك text node مثلاً زي كده حطي بداخلها النص اللي أنت أرسلت اللي هو عبارة عن hello تمام؟ الآن أنشأت element وأنشأت text node لكن هذه العنصرين للحين غير مترابطة بمعنى أنه كلمة hello ما راح تكون جاية هنا لسه ما بعد إحنا ربطناها تمام؟ فيفترض أنه كلمة hello تكون عبارة عن child بالنسبة لي البراغراف فعشان يرتبطون بعض راح نتعلم عندي شوي مثود نقول عنه الابند child اللي راح ياخذ هذا التكس نود ويضيفه كchild أو كأبن لهذا العنص اللي هو البراغراف في الفكرة بس أريد أنه create element راح ينشأ عنصر حسب التاق اللي راح ترسل والcreate text node راح ينشأ text node تحت وعلى النص اللي انت راح تحطه تمام؟ فلو بنطبق الآن هذا الاشياء بشكل عام راح نيجي مثلا هنا بتلاحظوا مثلا لو حكينا له document أوكي dot create element أوكي وأرسل له الآن التاق التاق مثلا بي بحيثني راح ينشأ لي الآن paragraph أوكي وهو الآن أنشأ empty paragraph يعني سوى لي عنصر فاضي ممكن أسوي reference عليه أوكي راح أقول مثلا my paragraph أوكي لو جيت الآن أطبع لكم عشان تلاحظونا أوكي بتشوفون أنه هذا الparagraph جاي الآن معي فاضي أوكي لو نجي نفتح الconsole أوكي لاحظة قاية زهو الآن سوى paragraph شايفينه هنا هذا الparagraph للحينه خارج الدوم ما بعد ربطناه بالدوم زائد للحينه فاضي أوكي فتقدر طبعا أنت تضيف مثلا نص عندك أكثر من طريقة زين الطريقة اللي راح نستخدمها text node ولكن نقدر باستخدام خاصية text content مثلا حكيت له my paragraph dot text content وحكيت له أنه خلي هذا النص مثلا hello يعني محتوى المحتوى تبعه خلي بhello فالآن لما يجي أطبع لاحظو أنه تم إضافة الحين هذا العنصر يعني تم إضافة النص الموجود بداخل هذا الأليمنت لكن هذا الطريقة مش اللي إحنا راح نستخدم غالبا يعني بالغالب إحنا راح نستخدم text node يمكن أن تستخدم إنت innerHTML أو innerText إلى آخر لكن الطريقة الأصح هي استخدام text node لأن النص راح يكون داخل text node بعدين نربطها بعض كابن وأب فبشكل عام نقدر نحن نقول استخدم method الثاني document.createTextNode وأبدأ أرسل الآن النص هنا كرسالة أو كديدة كبيانات وحن نقول مثلا أنشئ لي مثلا كلمة hello فالآن هذا عبارة عن text node تقدر أن تتسوي رفرنس عليها لأنه الآن object هذا النود object فقدر أقول مثلا text node أو أي اسم أنت تبغى بهذا الشكل لو أجي الآن أطبع text node بتلاحظوا الحين أن الفراقراف جاي empty فاضي وهذا عبارة عن text node تمام؟ يعني هذا طريقتها للحين هي خارج الدوم زيادة على كده أنها الآن غير مرتبطة فعشان إحنا نربطها ببعض ونقول أبغى أخذ هذه text node وأحطها كابن لهذا البراغراف فاللي راح نسويه راح نستخدم method أخرى يعني الهدف إحنا الآن نسويين البراغراف صح؟ كأليمنت كأليمنت نود تمام؟ وصار عندنا كمان text node في هالكلام اللي إحنا حاطينا بس للآن هي غير مرتبطة فاللي نحتاجه أنه أنت يا هذه text node وتكونين ابن لهذا البراغراف فعشان كده نحتاج نتعلم بعض الميثود اللي راح تسمح لي بهذا الكلام عندي مثود اسمه append a child هذا الميثود واضح من اسمه append a child يستقبل node as an argument يعني كchild وهو يبدأ يضيفها إلى النود اللي نادت هذا الميثود راح يستخدمها ويعتبرها كparent وكأب لها فهذا الميثودين اللي هو append a child والinsert before نستخدم هذه الميثودين عشان احنا نضيف عناصر او اوبجكتات يعني nodes إلى الدومتري يعني نضيفها إلى الدوم بالتالي راح تعرض على على الصفحة تمام؟ خلونا الآن نشوف مثود الابند a child كلمة append وانا تأضف بالنهاية فهو راح يستقبل زي ما حكينا child كنود يعني هذا الميثود راح يضيف النود اللي احنا أرسلناها إلى نهاية قائمة الأبناء بالنسبة للparent node يعني أنت الآن فرضاً لو كان مثلاً فرضاً هذا النود كان اسمها مثلاً أي نود كانت أوكي لو كان عندها ابناء في البداية مثلاً بهذا الشكل وأشرت على هذا النود بالنود اكس مثلاً أو بالمتغير اكس جاءت وقد قدت له أكس دوت أبند child أكس دوت أبند child وسويت أنا نود جديدة فرضاً كانت نود الجديدة اللي قبل وشوية فرضاً كان اسمها P أبند child مثلاً النود P فاش بيسوي؟ راح يروح للأكس اللي هي هذي النود أبند child يعني أضف بالنهاية فراح يضيفها الآن هنا النود الجديدة فيه فبالطريقة هذي انت ايش؟ انت راح تربط اوكي؟ فإحنا قبل وشوي كان عندنا البراغراف مسمينا MyParagraph نقدر الان نقول . append child واضيف textNode فبالتالي راح ترتبط لبعضها البعض أوكي فهذه فكرتها في الوجين نطبقها الان هنا البراغراف هو راح يكون parent وهو بيكون لقبل textNode عشان كده راح تقول myParagraph. append child أوكي راح يكون هذا عبارة عن method ونرسلها الان النود المطلوبة اللي هي عبارة عن textNode لو جينا الحين هنا نطبع مثلا ال myParagraph بتلاحظوا قائز يفترض انه الان صارت ايمن بالنسبة لها لو تلاحظوا على ال console صار عندي paragraph وبداخله textNode عبارة عن hello طبعا هنا الان تم إضافة الانصرين مع بعض البعض بس للحين احنا اصلا البراغراف بالكامل ما بعد اضفنا الى الدوم أوكي بعدين راح نشوف كيف راح نضيفه لو تتحققوا من الدوم تلاحظون غير موجود من الاساس هذا العنصر البراغراف لانك للحين ما ربطته بأي عنصر موجود فيه الدوم أوكي بس نقدر مثلا لو حكينا فرضا لو خذينا ال header طيب وقلنا append أوكي فرضا ال header اللي بنوصل له راح نقول document.getElementById ال id حقه اسمه header لو ابغى اضيف الان هذا البراغراف الى ال header فممكن نوصل الحين لل header أوكي مثلا اسميه header أوكي بهذا الشكل نبدأ ناخد الان البراغراف اللي سوينا ونضيفه الى ال header فراح نقول header.appendedChild وارسل الان البراغراف اللي اشهر عليه بـ MyParagraph فبتلاحظوا الان انه تم اضافته وتلاحظون بالآلة صارت عندي hello موجودة في الدوم طبعا تقدر انت تطبق ال style عليها الى الى الاخر فهذه الفكرة ننشأ اول شيء على الانصر بعد كده ننشأ text node بعدين نبدأ نربط الانصرين مع بعض البعض من خلال method AppendedChild الحين صار عندي عنصر متكامل الآن يتبقى طريقة ربطه واضافته الى الدوم من خلال انك انت تأشر على عنصر موجود في الدوم وتبدأ اضيفه معه من خلال method AppendedChild طيب كمان نحط في بالكم بس انه method createElement ياخذ ينشأ اي عناصر كانت مثلا ينشأ لك عنصر H1 فلو يجي اطبع الان مثلا هنا الانصر قبل شوي قاز لما اضفناه للدوم لاحظوا الان سوينا H1 هذا هو سوالي emptyElement لو خذيت مثلا اي عنصر اخر مثلا Span راح ينشأ لي Span لو خذيت image راح ينشأ لي كمان image يعني اي HTML element تقدر انت تنشأ طبعا تقدر تؤثر البقية الخصاص السورس وغيرها تقدر انت تضيفها تمام فاذا createElement من اسمه ينشأ عنصر اوكي طيب خلوني الحين نشوف مثلا المثود الاخر اللي هو insert before بس قبلها لو حابين ننشأ element li ونضيفه الى هذه list اوكي اذا ما هي الخطوات اول شي نحتاج ننشأ element فعشان كده راح نعرف مثلا نسمي li اوكي اللي هو العنصر الجديد نستخدم مثل createElement عشان ينشأ لي عنصر li اذا createElement createElement اوكي احتاج انا li عشان كده راح يقول li تمام والان انشأ لي li بس li هذا فاضي فحتاج انا اضيف له نص اوكي فاذا راح اسوي text node مباشرة انه تسوي مثلا تقدر تقول li او مثلا لو بنسويه النص راح نقول مثلا text اوكي يساوي document.createTextNode اذا createTextNode وابدأ ارسل الان النص راح نقول مثلا learning كأنه اسم كتاب راح نضيفه الى رقائمة الكتب الموجودة معانا اوكي بطل اثنين مع بعض البعض فعشان كده راح نقول li اوكي نضيف لها child ابندتشايلد لانه لو بنلاحظ احنا راح نعمل كأنه واحد من هذه العناصر فهذه العناصر لانه تلاحظها خاصية الكلاس ممكن تقدر انت تسويها بس راح نرجع لها بعد شوي بس الان احتاج انا اضيفة الى هذا القائمة احتاج اضيفة الى النهاية اضيفة تحت الانجولر فالفكرة احتاج اخذ الانه يكون الاب بالنسبة لها وابدأ عن هذه الابندتشايلد عليه تمام فالفكرة جدا سهلة راح نقوم مثلا الابندتشايلد ويجب انت اتجاب اعطي ان نضيفة سراء الابندتشايلد اضيفة الابندتشايلد في نهاية هذه الست. فراح نقول هنا اخذ الاسفل. اضف الان بالنهاية. لو تلاحظوا الان في الصفحة شايفين بالاسفل عندي learning dom. شايفينها هنا. طيب مو بجاية تحتها بسبب انك ما طبقت الستايل مئة بالمئة. فنقدر احنا عشان تكون منصقه. الان تم اضافة الى الدوم لو بتشايكو هنا في الدف. اوكي في البوكس هنا. اوكي بتلاحظوا الان صار في عندنا عنصر جديد هنا شايفينها. لكن هذا الانصر يفتقد خاصية الكلاس عشان كده شايفينها في التنسيق مو بمئة بالمئة. بس تقدر انت طبعا نضيفها. فالخصائص راح تتكلم عنها بعدين. بس جدا سهلا نقدر احنا نقول اه مباشرة نقدر نقول ال ال اي دوت ست اتروبيوت. هذا الميثود يستقبل حاجتين. يستقبل اول شيء اسم الخاصية. اللي هي خاصية كلاس. وشيء الثاني يستقبل القيم يعني هذه الخاصية. فنحن نبغى نعطيه نفس الكلاس اللي هنا اللي اسمها بوكس اي. تم عشان يطبق معه نفس نفس الستايل الخاص به العناصر. فلو تلاحظوا الان راح تطلب معنا مرتب. اوكي. فاذا هذه الفكرة. يعني الاملية تقدر انت تسوي على اي عنصر اخر. اوكي. فلاحظوا الان استفدنا برمجيا انه احنا تعلمنا كيف نضيف عناصر اخرى. طبعا اي عنصر اخر انت تقدر تضيف يعني مو بشرط بس الاي. احنا بس قاعدين نطبق على هذا الاكزامبل تمام. فالفكرة ان شاء الله بعدين راح احنا ناخذ الكلام اللي حطيني هنا مثل هذه هي الان هارد كودد. بس بعدين راح ناخذها من هذا الحقل النصي. ومن نضغط على هذا الزر راح اضيف لي الى الدوم. يضيف يعني العناصر هنا تمام. فهذا الفكرة زين. فايدا اول شي انشاءنا العنصر بالcreate element. بعد كده انشاءنا التكست نود. خذين التكست نود اضفنا انا كتشايد لهذا الاليمنت. عدلت على بعض الخصاص الخاصة الخاصة بديمت هذه ترتب اختيارية. بعدين خذيت الاب اللي هو عبارة عن اليو تمام. واضفت الان الابندة تشغيل فيه تمام. ولاحظوا الان في الدوم لو بتشوفه. بيكون نفس الانصر. وجاي وين الابند دايما يجي الانصر فيه النهاية لو تلاحظونا. اوكي. تمام. طيب. الحين نقدر انه نستخدم مثود اخر. دايما نقايز مثود الابند باي ديفولت يضيف بيه النهاية. ولكن عندنا مثود اخر اسمه انسيرت بي فور. بس قبلها في ملاحظة حول الابندة تشايلد. انه اذا كان لتشايلد. اذا كان لتشايلد اللي انت ارسلت ليه هنا. عبارة عن ريفرنس لنود اريدي موجودة. اوكي. فايش بيصير في هذا الحالة؟ في هذا الحالة مثل الابندة تشايلد ينقل النود اللي انت قاعد الان تأشر عليها. ينقلها من مكانها الحالي في المستند الى مكانها الجديد على حسب الاب اللي انت اخترته. تمام. فهنا اذا كانت النود اريدي عندها بيرنت. الان النود راح يتم يحذفها بعد كده. يتم وضحها في المكان الجديد. اوكي. تمام. فانت احيانا يعني انك بترسل نود جديدة او بترسل مؤشر الى نود موجودة في المستند. فاذا كانت اريدي موجودة راح يتم حذفها يعني مكانها القديم وانقلها الى مكانها الجديد. تمام. فلو مثلا حابين نطبق هذا الكلام. يعني احنا مثلا يعني بس. هذا الشيء ما نسوي غالبا بس لو احتجت يعني لو اخذيت مثلا اي element كان document.getElementById وخذينا عنصر الهيدر title اوكي اللي هو عبارة عن ال H1 الموجود هنا اذا تذكروني اذا كنتم متابعين من البداية نحتاج الان ننقل اوكي لاحظوا الان قاد اشهر على عنصر موجود اوكي فلو احكيت element لاحظوا الان انه راح ينتقل هذا العنصر شايفين شايفين ما اين صار انتقل هذا المكان الجديد للمكان القديم الي مدعكج الزاعد الراقب في الدوم يلاحظ هنا انه صار ال H1 انتقل شايفينmie صار生活 الان هنا اوكي زاعد انه انتقل من المكانه الاولTION شايفين الهيدر او الحين الحين الهيدر فاضي اوكي فهذا الفكرة حول ال app in child انك اذا اخذيت answer already موجود في الدوم فانتقل ممكانه القديم الي مكان الجديد تمام اما اذا كان انا انصر جديد فبينشئ انصر جديد يعني يبدأ اضيفه في المستند اوكي تمام طيب اه نتكلم الحين عن اه مثل الانسيرت اه بي فور هذا المثل واضح من اسمه انسيرت بي فور يعني اضيف لي اتشايلد هنا قبل النود موجودة تمام بمعنى افترض لو كان عندك مثلا شيء زي كده اوكي فرضا كان الدوم زي كده مثلا كان عندك اه مثلا اي بي سي وكنت حاب انت اضيف قبل هذه النود اتشايلد جديد مثلا نسميه اكس اوكي مثل الانسيرت بي فور اول شيء راح تناديه على اب اللي هو عبارة عن مثلا النود اي فراح نقول اي دوت انسيرت انسيرت بي فور اوكي هذا المثل يستقبل تو براميترز اوكي البراميتر او الارجامنت الاول النود الجديدة اوكي اللي هي عبارة عن اكس بنسبة لنا في هذه الحالة اه النود الثانية اه النود اللي انت تبغى اضيف قبلها اللي انا مسميها الان هنا سي فايش بيسوي هذا المثل راح ينشئ اذا كانت هذه النود جديدة راح ينشئها هنا بحطها قبل هذا النود اللي انت ارسلتها ويصير يصير البيرنت لها النود اللي نادت المثل تمام فاذا واضح من اسمع المثل انه راح اضيف نود از اتشايل طبعا اوكي مباشرة قبل existing child قبل الابن اللي موجود اللي انت ارسلته هنا تمام طيب اه تابعي نطبقها مع بعض لو مثلا نسترجع نفس الاكسامبل اللي كان اه قبله شوي اه ما راح استختم الحين الابند فرضا كنت ابغى اضيف مثلا اه مثلا في البداية اوكي اه كنت ابغى اضيف اول شي هنا مثلا قبل هذه النود فاحتاج الان اجيب مؤشر على هذه النود اقدر اجيبة من خلال انه احنا نقول الان انا صارت عندي اللي صح نقدر احنا نقول اه مثلا الفيرست ايتم اجيبها من خلال اه اليو ايل دوت فرست فرست المنت شايل اوكي هذا شوفوا قاعد انا اخترت الان اليو ايل صح اللي هي البوكس هذي هذي هذا اليو ايل تمام اوكي وقاعد اقول له الفرست المنت اتشايل اذا راح يجيب لي هذا الالمنت شايل لو حكيت الفرست ألمنت انا اجيب الي اوكي الفرست اکنا اذا اصح للمن avons الا consuming inside زمان انا ادفع اضيف الان قبلSmith texnode مش بنقل explained provide my choice لا نستطيع الان ان تقول مي سيكون contacts utilized فاطح اقول ul dot insert الآن ارسل النود الجديدة والنود القديمة النود الجديدة اللي هو الانصر bize النود القديمة اللي تبغى اضيف قبلها نسميها reference child الـ child عبارة عن first or first item فالان شوفوا فين راح اضيف راح اضيف قبل هذا العنصر شايفين معي هنا اضاف قبلها فهذه الفكرة تختار اي عنصر تبغى وراح اضيف قبلها لو اخترت مثلا قبل ال last element child الحين راح اضيف قبل فهذا مثلا هذا ال last item وانا كنت ابغى اضيف قبلها فراح تكون هذا جاي قبلها اللي هي براعا last item شايفين الان تم اضافة قبل الانصر الاخير لو تبغى الانصر الثاني مثلا تقدر انت تقول مثلا حاجة ازا كده children تبغى اضيف مثلا فرضا لو اخذين اثنين مراتك انت قاعد تأشر على هذا الانصر فالان مراتك راح اضيف قبله شايفين راح اضيف هنا تعم فاذا انت تجد تحكمين حتى تستخدم اي دي او غيرها يعني عشان تصير وتحصل على الانصر انصر معين تمام طيب من الاشياء كمان المهمة هنا كملاحظات حول استخدام الانصر اذا كان الـ given child الانت ارسلته اذا كان يشير الى نود موجودة في الـ document فالانصر الانصر الانصر سينقل هذه النود من مكانها الحالي الى مكانها الجديد بمعنى انه من مكانها القديم ستتحدث وتنتقل الى مكانها الجديد اشياء كمان المهمة اذا كانت الـ reference node اذا كانت النود اللي انت قاعد تشير عليها اللي هي عبارة عن النود اللي راح اضيف قبلها اذا كانت null اش بيصير في هذا الحالة الـ specified node is added to the end of the list of children اذا كانت هذه ميب موجودة فراح تتم اضافة هذه بالنهاية تمام؟ يعني هذا التعامل الابتراض لها هذه مراحظة الاولى نفس اللي قبل شوي وهذه مراحظة الثانية اذا كانت النود اللي انا ارسلته هنا بفرض انطلعت بنال فراح تضاب هذه تضاب في نهاية الـ list الـ children الـ specified parent node اللي هي اقصد النود اللي نادت الـ method طبعاً كما من الاشياء المهمة انه في الدوم ما عنده method اسمه insert after ولكن نقدر احنا باستخدام الـ insert before وكذلك خاصية next sibling انه احنا نحقق مثود يستبيلي كأنه insert after كأنه راح تضيف بعد نود معينه كيف ممكن نستخدم هذا الشيء؟ لو تلاحظوا معي هنا فرضاً عندي هذه مثلاً النود احنا فرضاً كنا نبغى نضيف بعد نود معينة الـ insert before يضيف قبل هذه النود صح؟ بس انا فرضاً لو كنت ابغى اضيف مثلاً فرضاً احنا لو بنختار مثلاً هذه النود وكنا نبغى نضيف قبلها بالـ insert before هو راح يضيف هنا في هذه النقطة طيب، لكن فرضاً كنت ابغى اضيف بعدها ايش يسوي في هذا الحالة؟ جداً سهل نقدر احنا نجيب مؤشر اول شي على هذه النود لو حكيت الان insert before بيضيف هنا بس انا الان ابغى اضيف بعد فاقدر الان اخذ مؤشره على النود اللي بعدها من خلال method الـ next sibling اوه next element sibling افضل فبصير يأشر الان على هذا فالحين الـ insert before مو مشكلة الان يقدر انه يضيفها لي هنا فهذه كانها insert after اذا الفكرة من اول شيء يعني ممكن حتى اشر على هذا النود لان لو خذية الام و اشر على هذا النود اقدر اقول له next sibling فبالـ next sibling اداني عند هذه النود فخلاص مباشرة اقدر انا الان اضيف نود اضيف النود هنا اوكي تمام فهذه الفكرة بالنسبة لي insert لو بنبغى نضيف بعد نود معينة يعني تمام